نور أضاء بمكة فتنور آل الرسول بأحمد خير الورى غنىه نخل راح يشدو حبه وتناغت الأطيار في أم القرى أهلاً بما ولده أتا سعداً لنا شقفنا ما بوجنتيه فأكبره بشرى بأحمد جاء بدر النيرا ربي حبى واسم الجمال وصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السيرة وقضايا الأمة في صحبتها أولئي الأئمة الأعلام جزاهم الله خيراً إخوتي وأخواتي دين الله عز وجل قد جاء بأحكامه وتشريعاته للرجال والنساء جميعاً ورتب الثواب والعقاب للرجال والنساء جميعاً نقرأ في القرآن من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ونقرأ في القرآن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ولذلك كان خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته وعنايته بالرجال والنساء جميعاً ومثل ما كان للرجال قطح معلّى في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم والقيام معه في نشر دين الله فكذلك النساء وما أكثر تلك المواقف التي كان للنساء فيها قصر السبق وكان للنساء فيها تلك الأحوال المشرفة التي تستحق الثناء فنقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يشهدن معه صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وأنهن كن يشهدن المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقينا العطش ويداوينا الجرحة ونقرأ بأن النساء كن يحضرن مجالس العلم ويطرحن الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء أكثرنا من الصدقة فإني أريت كنا أكثر أهل النار قامت امرأة سفعاء الخدين فقالت وما لنا أكثر أهل النار قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وفي لفظ قال بكفر كن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ويطلب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بيوم قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فوعدهن صلوات ربه وسلام عليه يوما خرج إليهن فيه وعظهن وذكرهن ونقرأ كذلك أن النساء كن يشهدن مواطن الخير في صلاة الاستسقاء في صلاة العيدين في غير ذلك من المواطن مما يدل على أن المرأة المسلمة كان لها دور كبير في تلك النهضة الإيمانية وفي ذلك العمل المثمر الذي دخل به الناس في دين الله أفواجه والقرآن الكريم يحدثنا عن امرأة فرعون ويحدثنا عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن مريم ابنة عمران أولئك اللاء نور الله بهن هذه الأرض وأظهر بهن الحق أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهن إخوتي أخواتي مواقف أمهات المؤمنين ونسيبة بنت كعب المازنية وأم حرام بنت ملحان وغير هؤلاء مما يجرد التنبيه عليه والالتفات إليه ويأتي ذلك في كلام أساتذتي جزاهم الله خيرا نبدأ بشيخنا العلامة الأستاذ الدكتور علي القرداغي فليتفضل مشكورا بارك الله فيك وأحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبروث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين النساء لا شك أنهن شقائق الرجال وحتى كلمة الزوج في اللغة العربية تتكون من شقين أي من نصفين بهما يتكون الزوج وبهما يتكون الشفع والكون كله زوج والإنسان أيضا زوج وبتالي فقضية التكامل بين الذكر والأنثى قضية فطرية وقضية إنسانية أكدها الإسلام وجسدها الإسلام بصورة حقيقية ومن هنا أنني أفهم من أن الإسلام حينما جاء وأراد أن يبرز دور النساء حقيقة اتخذ القرآن الكريم مواقفا في غاية من الأهمية فبدأ القرآن الكريم بإزالة الشبهات التي كانت عالقة في نفوس الجاهليين فأزاحها وأزالها من هذه الأشياء أنه اتهام المرأة على سبيل المثال بأنها هي السبب في خروج سيدنا آدم وأنها هي التي تحمل هذه وتتحمل هذه المسئولية فبين الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة بأن الذي تحمل في البداية وقبل الوسوسة فعصى آدم ربه فسيدنا آدم هو الذي بدأ ثم بعد ذلك تشارك كحالتهما ثم تابا ثم أسند الله سبحانه وتعالى في عدة آيات الفعل إليهما مما بهذه الآيات أزاح هذا الجانب النفسي وهذا تراكم النفسي الذي تراكمت عليها الفلسفات وحتى الأديان السابقة وهذا أمر مهم جدا كذلك أيضا في قضية هذا التمهيد حينما المرأة متهمة بأنها هي التي تتحمل أن يكون الحمل ذكر أو أنثى فالله سبحانه وتعالى في عدة آيات بيت وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أخذ زوجين لعب وبدين من نطفة إذا تمنى فمن نطفة هذه النطفة هي نطفة الرجل حقيقة والآن أثبت العلم الحديث بأن الكرموسومين المسؤولين عن الذكورة والأنثى إكس واي وإكس إكس هما يأتيان من الرجل وبتالي هذه الخلفية الخطير أزاحها ثم جاء الإسلام وطبق بعد إزاحة كل هذه الشبهات وحقيقة هناك شبهات أخرى لا يسع المجال إلى التطبيق العملي في تكريم المرأة وحقوق المرأة وأن الإسلام هو جاء مثل ما تفضل فضيلة أخي الحبيب شيخ عبد الحي أنه جاء ويتحمل هذا الإسلام الرجل والمرأة بدون أي تفرق وأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهذا دون تفرق بين الرجل والمرأة ولا شك أن هذا من باب التكامل إذا كان هناك شيء من ميزة للرجل أو ميزة للأنثى وليس الذكر كالأنثى وكذلك وليست الأنثى كالذكر هذه طبيعة تكامل توازن في كل ميزة فهذا حقيقة أيضا من عظمات الإسلام ولذلك بصراحة ولا أقول عاطفيا لا يوجد دين حقق الحقيقة للرجل والمرأة مثل هذا الدين العظيم الذي فعلا هو رحمة للعالمين إزاكم الله خير مولانا شيخنا الشيخ عبد الصلاة بسم الله الصلاة والسلام على صلات تلاحظ أن المرأة كانت حاضرة في الدعوة الإسلامية من البداية تجد سيدة خديجة ومواقفها الجليلة العظيمة المؤثرة إلى يومنا هذا هذه المرأة العاقلة الرزينة التي دعمت النبي ووقفت معه في دعوته وآمنت بها حتى أن الله بشرها ببيت بالجنة في الدنيا قبل الآخرة وأيضا السيدة أسماء الشابة التي ساهمت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أم جميل أخت سيدنا عمر بالخطاب كيف ساهمت في هداية سيدنا عمر كانت سببا من الأسباب في هداية سيدنا عمر ووقفت أيضا مع أم الخير مع سيدنا أبو بكر في المحنة التي مر بها في لما أصر سيدنا أبو بكر ورفض الأكل أو الشراب حتى يرى رسول الله فكانت أم جميل لها دور كبير في هذا على المستوى الأمني على المستوى الاجتماعي على الدفاع عن العقيدة أيضا تجد المرأة حاضرة بقوة في البيعة يعني نسيبة بنته كعب في البيعة الثانية أسماء بنته عم وتم يعني هذه البيعة عاشت بها نسيبة في حياتها إلى حروب الردة في مسيلمة الكذاب كانت حاضرة بقوة بأولادها رضي الله عنها وأرضاه تجد أيضا المرأة الدينارية العجيبة هذه الغريبة اللي مات زوجها ومات أبوها وأخوها لما نعوا إليها ذلك قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها هو بخير كما تحبين فأصرت أن ترى رسول الله رونية فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يعني خفيفة بسيطة يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام خففت عنها مصاب زوجها وأخوها وأبوها هذا الإيمان العظيم أيضا أم معاذ سعد بن معاذ أمه لما استشهد عمر أخو سيدنا سعد بن معاذ وأتت وعزها الرسول في ذلك في غزوة أحد لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبرت المصيبة سهلة مدام الرسول حي عليه الصلاة والسلام هذا المبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القتل ترافقوا في الجنة وأنهم سيشفعون لأهليهم قالت وقالت كيف نبكي بعد هذه البشرة العظيمة فالمرأة كانت حاضرة بقوة أيضا النماذج القرآنية التي جاءت في القرآن الكريم لم تكن في أي حضارة تانية بهذا الحجم على قصة زوجة فرعون ومعاني الإيمان والثبات قصة أخي موسى ومعاني البحث عن أخيها الرضيع أم موسى عليه السلام أيضا بنات الرجل الصالح فجاءت وحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذه الصور العظيمة قصة مريم وما تعرضت له من أذية ومن صبر ومن تصديق لكلمات الله سبحانه وتعالى هذه مرجعية بالنسبة للصحابيات وضو الله عليهم ولمسلمات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أيضا المرأة في الإسلام دائما حاضرة بقوة حتى عبر التاريخ الإسلامي الصالحات القانتات الحافظات بالغيب بما حافظ الله لهن حضورهن في المشهد والعطاء الحضاري والإيماني والدعوي والجهادي كرمكم الله وعلى الله أهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم فيه قاعدة شرعية أو ردها ابن حزم وغيره من العلماء الرجال والنساء في الأحكام سواء وهذا بناء على ما استقر في الإسلام من أن المرأة والرجل خلق من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى كلفهما وأمرهما بأن يعمر هذا الوجود ثم يجازيهما بعد ذلك يوم القيام إلا ما اختصه دليل شرعي بناء على وضعا خلقي أو دورا اجتماعي وهذه قاعدة قاعدة مضطردة منضبطة وهي قاعدة جرت في عهد الصحابة باعتبارهم أو بأوصافهم مجتمعا إنسانيا جامعا للرجال والنساء والذكور والإناث هذا أولا ثانيا التناسب أو التوازن بين الرجال والنساء في الأداء الاجتماعي وفي التربية الأسرية وفي القيام بالأعمال العامة والخاصة هذا التوازن أو هذا التناسب هو أيضا حقيقة شرعية بمعنى أن الرجل له دور والمرأة لها دور الدور في الأسرة ليس هو الدور في المجتمع بناء على طبيعة الأسرة وبناء على طبيعة المجتمع هذا التوازن أو هذا التناسب ظل أيضا قاعدة مضطردة في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لكن المشكل ما هو؟ المشكل هو مصار التاريخ وأحوال الواقع مصار التاريخ هو أن هناك تمثلات من بعض المسلمين انحرفت أو اختطفت هذه الحقيقة الشرعية وهذه القاعدة المضطردة أن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما اختصته دل الشرعي وأيضا أن التناسب والتوازن هو طبيعة خلقية الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والنساء وحتى النسب العددية تتقارب يعني وأيضا تناسب على مستوى الوضع الخلقي الجيبلي الهرموني والفيزيولوجيا والوظائف والطبيعة والآخره وأيضا الدور الاجتماعي والدور السياسي والدور الأسري بناء على ذلك وطبعا الوضع الأسري الطبيعة الأسرية ليست طبيعة الاجتماعية والأسر مبنية على مقاصد خمسة تقريبا مقصد الزوجية ومقصد الوالدية والولدية ومقصد الرحمية والمرحمية والكرامة وهذا فيه بعض التفصيل الاستقرائي ضمن مقاصد مقررة بناء على النصوص وعلى طبيعة الخلق وعلى طبيعة الدور المصاري التاريخي إذن تمثلت فيه بعض السلوكيات وبعض الفهوم والأنماط التي انحرفت بهذا التوازن فأصبحت هناك مشكلات حقيقة تصدر من بعض المسلمين بمقتضى الأعراف والعادات كحرمان المرأة مثلا من حقوقها المالية والإرث أو حرمان المرأة من حقها في التعلم ومن حقها في المشاركة العامة والمصاري التاريخي كذلك والمصاري الحالي فيه مشكلة أخرى تتعلق بالنزعات الإيديولوجية الإقصائية التي لها موقف من الإسلام في نفسه ومن المؤسسات والمرجعية والثقافة الإسلامية والخصصية الإسلامية هذا وذاكذا حقيقة مثلا خللا وانحرافا بهذه الحقيقة الشرعية التي كان عليها صحابة رسول الله وسلم والتي عليها الدليل الشرعي كل والجزئي والتي عليها عمل الأمة في المجموعة والله وليه التوفيق شكرا أزيك الله خير شكرا الله لكم أكمل يا شيخ وفضل نكمل من حيث وقف الشيخ الله سبحانه وتعالى يقسم بالقالة وما خلق الذكر والأنثى وما بمعنى من أو أنه بمعنى المصدرية وخلق الذكر أو وقيل بمعنى تقدير من وما خلق من الذكر والأنثى فهذه ثلاثة تقديرات ذكرها ابن عاشور ولكن الذي يلفت هنا المتأمل أنها حقيقة من ضمن حقائق الكون يعني هو يقسم الله سبحانه وتعالى وضوح الليل والنهار ويوضح وضوح الذكر والأنثى فالذكورة والأنثى لا يمكن أن تتغير أو أن تتبدل فهو جعل إلهي خلقه الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني ما أشار إليه ابن حزم وغيره وهو مستقرأ هناك من يقول هناك خطاب ذكوري وخطاب إنافي لا ندري من أي لغة يتكلمون الله سبحانه وتعالى حين يقول يا أيها الذين آمنوا هو يريد الأشياء المتعلق به العلة وهو المشتق وهو الإيمان ما يقصد الذكورة ولا يقصد الوصف الوصف المشتق الذي تتعلق به العلة فقالنا الذي هو النعم الذي هو العلة فهو الوصف المشتق هو علة من العلة أو تعرف به العلة فإذن لا يوجد حاجة اسمها الخطاب الذكوري والخطاب غير الذكوري والخطاب النسوي الجاهل الذي ظهر في عصرنا هذا وجاهل بلغة العرب والأمر الثالث كل عباداتها مساوية للرجل فيها إلا ما خفف الله سبحانه وتعالى عنها وهي عبارة عن تخفيفات خفف الله عن الجهال خفف الله عنها الجمعة خفف الله عنها بعض خفف الله عن الصلوات في أثناء ضرف من ظروفها لكن في الجوانب المالية هي تتصرف في مالية كيف ما تشاء تتاجر وتبيع وتشتري وتخرج السوق وقد قال ابن حزمر رضي الله تعالى عنه في المحلى أن الشفاء كانت تدير السوق الله أعلم بسند هذه القصة قد تعبت في بحث سندها وبعضهم وجت سندا لها لكن على كل حال هو ثقة ابن حزم ثقة في نقله وهو رجل متشدد في النقل فالملحظ الثالث والأخير أن اللي لاحظت في السيرة النبوية وأنتم تلاحظون كذلك وجود المرأة في كل شيء وجودها في الحرب وجودها في المسجد وجودها في الصلوات وجودها في العيدين وجودها في الصدقات وجودها في السوق فليس هناك فإذا ما يمكن أن تكون هناك من عادات تنعكس على الفتوى يجب أن ينظر الفقيه إلى النص الشرعي وما يفيده وبعيدا عن المؤثرات الخارجية من صوت الجمهور من الإعلام من غير ذلك أكتفي بيانا أكرمك الله خير أكرمك الله فويد الشيخ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يسمي هؤلاء الذين أشرت إليهم بالمجددينات لما قيل له هذا الجمع ماذا قال جمع مخنث سالي الله شيخ أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن نصره واهتدى بهدى وأنا أكمل أيضا من حيث انتهى فضيلة الشيخ فضل فالمرأة والصحابية كانت مع رسول الله من اللحظة الأولى والصحابية الأولى هي صاحبة النبي يعني هي صاحبته قبل أن يكون نبيا فهي صاحبته زوجه خديجة أم المؤمنين الأولى التي ظل وفيا لها إلى أن فارق الدنيا فكان إذا ذبح الشاه قسمها في صديقات خديجة المرتبة الأولى صديقات خديجة وكانت إذا استأذنت هالة بنت خويلد وأصوات الإخوة والأخوات فيها تشابه فيسمع صوت هالة استأذن يقول اللهم هالة كانت تأتينا أيام خديجة وأول من أسلم هي زوجه وصاحبته وأيضا لا نذكر أن أقول أول من أسلم خديجة من النساء ومن الرجال الصديق لكن من النساء بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا مع أمهم ثم في كل مرحلة في الهجرة تحدثنا عن أسماء ذات النطاقين وعن عائشة في كل مرحلة من المراحل نجد الصحابيات نجد أمهات المؤمنين نجد الوقفة الصحيحة القوية المشاركة في مدوات الجرحة الصلامة عن نبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرص على درس العلم غلبنا عليك الرجال الهجرة الأولى إلى الحبشة عنصر النساء موجود فيها صحابيات عثمان أول مهاجر إلى الله ورسوله بأهله بعد إبراهيم فبنت النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرات إلى الحبشة وإذا تطرقنا لأي أمر من الأمور سنجد المرأة موجودة فيه وموجودة فيه بقوة أنا أقف عند الخنساء المرأة الشاعرة التي أبكت صخور وجبال الجزيرة على أخيها صخر غير الشقيق الشقيق معاوية أما صخر فلم يكن شقيقا يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مغيب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وعلقت حذاءه في عنقها وضعته قلادة كما يضع النؤلؤ هذه المرأة الإعجاز التربوي والعلمي الإعجاز الإيماني توفي لها أربعة من الأولاد والولد أحبه إلى المرأة من كل أحد أو عزلتك تضحك عليك وتقولك أنت الدنيا الأخرة أبدا أنت أبو الولاد عندها فهي لا تقدم على ابنها أحدا في قلبها يموت أربعة من أولادها فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى فالمرأة صنعت المواقف حول رسول الله كما صمع النجاح أزاك الله خيرا شخص محمد أنا تكلمت دقيقتين إلا أن أترك لك الباقي ثلث الباقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله تعالى خلق البشر من ذكر وأنثى وجعل ذلك سببا لعمارة الأرض وقيام الحضارة وإنشاء هذا المجتمع الإنساني ولا يمكن أن تقوم حضارة ولا أن يقوم أي مشروع إلا بوجود عنصرين متكافئين وهم الذكر والأنثى فلذلك جاءت الأحكام بخطابهما معا وإذا جاء العموم بخطاب الذين آمنوا أو نحو ذلك يدخل فيه النساء وإذا كان الأمر بقصد التحضيط على النساء بخصوصهن جاء في موضع واحد في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم لأن هذه السخرية في النساء أكثر وأشهر منها في الرجال بالنسبة لدورهن في الإسلام وبلائهن فيه شيء كبير جدا وقد أخرج مسلم جاء في الصحيحين من حديث يانس بن مالك لقد رأيت عائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يرى خدم سوقهن يحملنا القربة ويصببنا الماء في أفواه الجرحة وأم سليم رضي الله عنها في غزوة حنين مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل مقربون وإذا بيدها خجر فقال ما تفعلين به يا أغمصا قالت إن اقترب إلي رجل من المسركين بعشته به وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي قتلت اليهودي الذي كان يجوز خلال البيوت في غزوة الأحزاب وأثارهن بعد ذلك في حفظ الإسلام وما أمر الله به أمهات المؤمنين من التعليم وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقد فعلن ذلك فروى الناس وعنهن وروى الناس عن غيرهن من المهاجرات ومن الصحابيات وهن كثر بل الغريب في هذا الأمر أن أهل الحديث محصوا الأسانيد والرجال والإمام الذهبي ذكر في كتابه ميزان الاعتدال وثلاثة آلاف وستمائة رجل تكلم فيهم وبعد أن ترجم لهم جميعا وهم من من روواوا لئذ قال باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها الله لا يعرف في تاريخ الإسلام امرأة مجرح أو متروك لا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها الرجال هذا ثلاثة آلاف وستمائة رجل تكلم فيهم لكن النساء لا باب ذكر المهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها في العمل السياسي وغيره كان لهن الحضور البارز في فترات من تاريخ الأمة حتى أدرنا بعض الأمر مثل شجرة الدر في مصر ومثل نعم ألا بقيس قبل الإسلام ونتكلم عن الإسلام مثل زبيدة مثل زبيدة بن جعفر بن مصور التي سقط الحجيزة أحد عشر قرن يعني زبيدة بتدبيرها وكذلك عدد كبير من النساء بل الغريب في الأمري ما ذكرتم في قراءتكم الآن في هذه الجلسة أن الله ضرب المثل للمؤمنين والكافرين بالنساء فقال في سورة تحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأتان ضرب الله به مثل الكفار هما أكثر الكفار وفي الإيمان وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتم في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القم الظالمين ومريم أملة عمران التي أحصنت فرجاء هذا مثلان للمؤمنين نعم فكان مثل عجيب وأنا فكرت فيه فوجدت أن المرأة إما أن تكون زوجة لصالح وإما أن تكون زوجة لطالح وإما أن لا تكون متزوجة أصلا فهذه هي أقسامها الثلاثة فاجتمعت في هذه الأمزلة امرأة نوحين وامرأة لوط كانت تحت رجلين صالحين امرأة فرعون كانت تحت طالح مريم أملة عمران لم تتزوج أصلا وهذه أتلمذل على أكرمكم الله خير ختام لحلقة هذه قول ربنا جميل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعب الله لهم مغفرة وأجرا عظما والسلام عليكم ورحمة الله اهلا بما ولده اتا سعدلنا شق الظلام بوجنتيه فأدبره مشرى بأحمد جاء بدر النيرا ربي حبا رسم الجمال وصور